اشتركوا في القناة وللتويتر مشوار الحلقة ينطلق لكن بعد الفاصل تطلعوا للمنافسة على الصدارة ودع المسابقات الى العمل بحيادية وعدالة حسان فوزي التعادل امام النفط مقبول نترك الصباح ونتج صوب صحيفة اخرى وهي صحيفة الدستور واهم عنوانة لهذا اليوم التطبيعية تغلق باب الانتقالات الشتوية النفط يخطف نقطة من النوارس والكرخ والقاسم حبايب شوكان عودة للميناء لتأكيد جذارة والصناعات يتفوق على الطلبة وعبويد السعداء بنقاط الطلبة ونجف يتخطى العندليب رحيل موجع للنجم صباح عبدالجليل والشرطة يفطر بخدمات اليوسف واخيرا رئيس الاتحاد الاسوي يعزي لوفاة المدرب صباح عبدالجليل هذا اهم جاء في صحيفة الدستور من الدستور ننتقل الى صحيفة اخرى واهم عنوانة لهذا اليوم وهي صحيفة المدى حيث جاء فيها الجوية والزورة افضل ديربي عراقي في الاستفتاء الاسوي والغاني بابور يضع مدربة عن دريب الفرات في ورطة وفرحان شكور يدشن مسيرته التذيفية في السويد وملعب الثلام المونديالي الفريد يستعد للتتشين الرسمي وكلمات مضيئة بحق صباح عبدالجليل اسيا تواسي كرتنا وزملائه يستذكرون مواقفه وعمان تبرز انجازه هذا اهم ما جاء في صحيفة المدى من المدى ننتقل الى صحيفة اخرى واهم عنوانة لهذا اليوم وهي الحقيقة الرياضي واهم جاء في ملحقها صراع القاع يحتدم في الدور الممتاز وفات الدولية السابق صباح عبدالجليل بسبب مضاعفات كورونا مهاجم القوة الجوية يوضح حقيقة اقترابه من الاهل المصري الاسبوع المقبل انطلاق التجمع الثاني لممتاز الطائرة والزوراء يكشف مدة غياب جلال حسن عن الملعب هذا ابرز ما جاء في الحقيقة الرياضي من الحقيقة نتجه صوب صحيفة اخرى وهي صحيفة المشرق واهم ما جاء في ملحقها لهذا اليوم التعادل يحسم ثلاث مواجهات في الجولة الواحد وعشرين لدور الكرة ومدرب النفط التعادل مع الزوراء نتيجة ايجابية وعهد النعمة نقطة التعادل امام الكرخ غير مقنعة وادارة النفط الوسط تعاقب لاعبها ماليا وعباس عبيد مواجهة الطلبة حسمت باستغلال الفرص ومبررا للظروف الصعبة التي يعيشها نادي حسن احمد في حوار للمشرق ارتباط بالطلبة ورطة هذا ابرز ما جاء في صحيفة المشرق من عنوين رياضية من المشرق ننتقل الى صحيفة اخرى واهم ما عنوانت لهذا اليوم وهي صحيفة الصباح الجديد حيث جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم ياسر ضياء الدين رحلة نجاح في رياضة الدراجات والجوية يفوز بصعوبة ويشدد قبضته على صدارة دور الكرة الممتاز كورونا يغيب النجم السابق صباح عبدالجليل هذا ابرز ما جاء في صحيفة الصباح الجديد من الصباح ننتقل الى صحيفة اخيرة ونختم فيها العنوين الصحافية وهي صحيفة انسبورت واهم ما جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم بعد اعتدار الكويت والهند التطبيعية تكثف تصالاتها لتأمين وديتين للمنتخب الوطني وليوث اليد ثانيا في بطولة يزد الدولية ومدرب الطلبة يقر باضاعة الفرص كنا الافضل ولا صحة لابعادي والجمهور المصري يتواصل مع نجم الصقور ايمن حسين ويتمنونه تمثيل الاهل المصري ورئيس الاتحاد الاسوي يعزي بوفاة المدرب صباح عبدالجليل اذا احبتي المشاهدين هذا ابرز ما جاء في العنوين الصحفية الصادر لهذا اليوم بعدها ننتقل الى المقالات واهم ما كتب فيها لكن بعد الفاصل حياكم الله ننتقل الى عالم المقالات والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح والمقال الذي كتب دورينا 27 جنسية للكاتب كاظم الطائي والذي تحدث فيه ربما عن دورينا وعن الاستقطابات التي قامت بها الاندية من مختلف الجنسيات وهذه الاستقطابات والانتقالات الشتوية التي ستكون عامل مهم في دورينا وفي انديتنا نستمع على تفاصيل هذا المقال بصوت زميل يوسف النعيمي انتهت امس الاول الاحد رحلة التعاقدات للعبية الاندية المشاركة بدور الكرة ممتاز وعززت الفرق صفوفها باوراق جديدة واخرى سابقة بلغت ارقامها 66 من 27 جنسية عربية واسيوية وافريقية واروبية ومن امريكا الجنوبية فضلا عن الاسماء المحلية وتصدرت القارة السمراء عدد المحترفين في ملعبنا للموسم الحالي اذ يمثلها 39 لعبا وتساوت القارتان الاسوية والامريكية الجنوبية برصيد 12 نقطة لكل منهما واروبا ثلاثة فقط من البوستنت والهرسك وسربيا وكرواتيا ومن بني تشكيلات مشاري لها هناك 20 لعبا من البلدان العربية بما يؤكد التساع قاعدة اللعب على مستوى الاحتراف وسعي الادارات لتنمية خطواتها بادوات فاعلة تضمن لها المنافسة وتقترب من تجارب خارجية ترنو لها بتمعن البدايات الاولى ليتواجد المحترفين في بلدنا العام 2010 ولغاية الاشهر المنصرمة شهدت استقدام لاعبين كثر من الاشقاء السوريين جراء الظروف المعروفة في بلدهم وقد غادر نحو 60 منهم ولم يتبق سوى زاهر ميدان مع تشكيلة النوارس وعزز القيثار خطوطه بضيف جديد فهذا اليوسف المركات الشتوي الحالي ويلاحظ أن فريق النفط الذي كان سباقا لتوقيع عقود احترافية مع لاعبين من مصر وسوريا وليجيريا والبوسنة وغيرهم اكتفى بأسماء محلية في الموسمين الأخيرين من بين 20 ناديا ويعد نادي السماوة الأقل في خارطة التعاقدات الجديدة بلاعبين اثنين فقط في حين أكمل البقية العدد المقرر بما لا يزيد على أربعة محترفين دوري الدرجة الأولى شهده الآخر إضافة نوعية لتواجد المحترفين من أجل بلوغي عتبة الأضواء وسيرتفع العدد في المنافسات إلى صحيفة انسبورت والمقال الذي كتب تحت عنوان متى تعود طيورنا المهاجرة للكاتب شامل دلفي والذي تحدث فيه عن الشخصيات الرياضية العراقية التي تتواجد في خارج البلد وأكد على ضرورة تواصل وزير الشباب والرياضة مع هذه الشخصيات لنستمع على تفاصيل هذا المقال مرة أخرى مع يوسف يا طيور الطائرة رد الهلي هكذا نشبه الكفاءات العراقية التي ملأت بلدان المعمورة من مشارق الأرض إلى مغاربها فتراهم يقدمون خدمتهم لأغلب الدول التي يقتنون فيها ويبقى العراق ينظر لأبنائه أن يعودوا يوما ما إلى أحضانها لذلك نحن متمسكون بمحاورة أغلب الكفاءة العراقية في المهجر من أجل إدامة التواصل والإطلاع على أهم إنجازاتهم على مستوى العالمي وآسيا والعرب وكيف يعملون وكيف يصنعون تلك الإنجازات هناك؟ بعكس ما يجري في بلدنا من تراجع في الحركة الرياضية نحن نتسأل هل كلف مسؤولوا الرياضة في العراق أنفسهم واتصلوا بهم ووجهوا لهم الدعوات في البطولات الداخلية والخارجية قطعا الجواب كلا لأن هؤلاء يعملون ضمن خطط واستراتيجية ونتائج محسوبة سلفا أما ما يحدث في رياضتنا فهو عبارة عن تجميع اللاعبين والذهاب للبطولة فازوا أم خسروا فإنها في النهاية تعد رحلة سياحية وسفر لأغلب الإلعاب من نشير لهم ونفتخر بهم هم مؤسس وصانع أبطال على مستوى أوروبا في المبارزة والكاراتي وفي آسيا وفي ألعاب طائرة والقدم وكرة الطاولة واليد والسلة وأغلب الألعاب الفردية وهم من أسس وخطط لأغلب الدول العربية التي تعد الآن من أفضل بلدان متطورة عالميا ويعود الفضل لهؤلاء وما قدموه لها من أفكار خدمت رياضتهم أما في العراق لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي نتمنى من وزير الشباب والرياضة التواصل مع طيور العراقية المهاجرة كونها عشت تجربة الغربة وخدمت في دول عربية وأن يولي الاهتمام لهؤلاء وأن تكون لهم الحضوة في انتشال رياضتنا المتهالكة في جميع الألعاب إلى الصباح الجديد والمقال الذي كتبت تحت عنوان شنيشل الوفاء المشرف للكاتب عمار عبد الواحد والذي تحدث فيه عن القيمة الفنية للمدرب راضي شنيشل وعن حنكة إدارة فريق الزوراء في اختيار المدرب راضي شنيشل لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال الأمر أخرى مع يوسف النعمي يمكن أن يستثنى منه نادي الزوراء باحترافيته ومهنية اختيار للمدرب راضي شنيشل الذي أسهم في وجود نوارس في دائرة المنافسة بفترة وجهزة مما يؤكد أن من يختار بطريقة مناسبة بحسب حاجة الفريقة يمكن أن يراهن عليه ويؤكد أنه أصاب في عمله وأنه دقيق في القرار نهيك عن الاستقرار الفني الذي حصل لللاعبين الفريقة الذين أثبتوا أنهم على قدر المهمة من خلال المستوى العالي الذي قدموه باللقاء الذي جمعهم مع الشرطة وعملية حسم الوصافة بكل جدارة تواجد شنيشل يؤكد صواب الرؤية للإدارة وصحة توجهها واختيارها فقد قدم الكثير وهو ما قد يدفعهم لتمسك به لكونه فاعلا مؤثرا في الميدان الفني والنفسي لأن المدرب هو العنصر الأساسي في عملية تدريب وأحداث التغييرات المطلوبة في الأفراد والجماعات وما من شك أن في دوره يتزايد باستمراري وأصبحت وظيفته أكثر تعقيدا وأهمية بسبب صعوبة تقبل الأفراد والجماعات التغيير مفاهيمها وأنماط سلوكها كما يقول محمد عثمان وهذا تماما ما فعله المدرب راضي شنيشل نظرا لخبرته وتجربته لاحترافية الغنية استطاع من خلاله إعادة كرة الزورة إلى الأضواء ناهيك عن الوفاء المشرف لهذا الفريق الذي يعد واحدا من أبرز وأهم صانعي النجاح ختاما هل يفعلها شنيشل ويقود الزورة مرة أخرى لمنصات التدويج والفوز بلاقب الدوري الإجابة بالتأكيد سنترقبها عبر المباريات المتبقية من زمن دوري الكرة الممتازة إلى الصحيفة الأخيرة وهي صحيفة المدى والمقالة الذي كتب تحت عنوان الرجوع الرياضي ممنوع للكاتب محمد حمدي والذي تحدث فيه على المنغصات الكثيرة التي تمر في الرياضة العراقية بدءا من منغصات فريق الطلبة والمشاكل الكثيرة التي رافقت هذا النادي وإلى المنعرجات الكثيرة التي ترافق الرياضة العراقية لنستبع إلى تفاصيل هذا المقال مرة أخرى مع يوسف المصيبة أننا توقفنا وفرملنا الزمن عند هذه الحقبة وجعلناها شماعة ذكريات تتغنى بها لا أكثر من ذلك في الوقت التي حثت بها جميع الدول المحيطة بين خطها وسابقت الزمن وتركتنا عند خط الشروع في حالة مراوحة عجيبة ولا مبرر لها المشكلة الأخرى أننا نريد الرجوع للوراء بزمن مستهلك لم تعد حيثياته وإمكانياته وتصرفاته مناسبة للزمن الحالي لقد أيقنت وغيري أيضا بما لا يقبل الشك أن النهج الخاطئ في الإدارة ورسم مستقبل الرياضة هو السبب الرئيسي لما وصلنا إليه فضلا عن آفات الفساد التي تسربت لسرعة متناهية مخترقة هذا الوسط المهالهل لمؤسساتنا الرياضية وأهمها الأندية والاتحادات التي ما زالت تعتمد الأطر والأساليب القديمة ولم تفلح في رفع شأنها فلا الاستثمار وجد طريقه الصحيح إلينا وللاحتراف وعالمه حل بساحتنا بطريقة صحيحة وما زال العم الأغلب يبحث عن التمويل الحكومي بشق الأنفسي وما زالت الاتحادات والأندية تترقب إقرار الموازنة مع دقات القلب صعودا ونزولا ولم لم يكن الحال على هذا المنوال لما وصل حال النادي الطلب إلى هذا المستوى المخيف من التردي والنزول إلى القاع دون ما حل يذكر مع أن النادي من الأندية الجماهيرية وله قاعدة واسعة من الجماهير الوفية ولما علقت عشرات المشاركات الخارجية لاتحادات الرياضية بانتظار أن يتفضل عليها أحد هم فيبادر إلى تغطية نفقات الإفادي أو الإجور الفنادق أو يستمر اللاعبون في الأندية بلا نفقات العقود حتى المحترف منهم كما حصل مع اللعب اليمني مفي جمال في نادي الطلبة وقضية عدم تناوله وجبات التغذية سوى الفلافل التي حققت مستويات عالية جدا من المشاهدات المحلية والدولية على منصات التواصل الإجتماعي تكلمت في المقال عن جزئيات مهمة وكثيرة وهي منعرجات قد مرت على الرياضة العراقية في هذه الفترة الأخيرة ولا زالت مستمرة برأيك هل ستتم معالجة هذه الأخطاء في هذه الفترة أم سيتم الحال على ما هو عليه الحقيقة أنه الحال يفرض وجوده أنه يجب أن نسائر العالم من حولنا وإلا سنبقى مراوحين بذات المكان الرياضة أكثر مفصل أعتقد أكثر بالانكماش كون الرياضة لعبة جميع الألعاب ألعاب منافسة وحركة وتتطلب التجديد والاحترافية بالعمل الإداري والبني وكل شيء أن تبقى جاسم وتعيش على الذكريات بهذه طامة كبرى يعني ولا يمكن أن نقارن وفع الرياضة اليوم وفع الرياضة بالقرن المنصر لكل زمان زمانة وأوانا وما حصل فيه اليوم واجبنا هو أن نتكيف على الأقل مع دول الجوار ونلاحظ دول الخليج كيف تطورت يعني حتى البلدان اللي عاشت آلام ونكبات كالتلك التي مرت على الأراف مثل سوريا على سبيل المثال لنأخذ مثلا نادي تشرين نادي تشرين نادي استثماري لا يعتمد على الفقومة نادي محترفين في إيران نفس الحال في الأردن وهذه كلها يعني لدينا طاقات وكفاءات رياضية عايشة الموجود وعليها أن تعمل وفق ما هو موجود اليوم ولا تفكر في العودة إلى الوراء طيب أستاذ محمد لماذا لا تكون هناك خطة عمل كاملة منظومة عمل كاملة بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية من أجل ربما إيقاف هذه المشاكل وهذه المنعرجات الخطيرة بدءا من مسألة حل فريق الطلبة وتباعا إلى المشاكل الأخرى لماذا لا تكون هناك خطة عمل منظمة ومدروسة في حيال هذه القضايا المهمة نعم الحقيقة هنا قريب عن الأحداث قريب عن التطبيعية عن وزارة الشباب والمؤسسات الرياضية الأخرى كل سنة كل موسم تكون هناك يعني مؤتمرات وجلسات وخطط والخطط جميلة جدا وموضوعة بعناية ووضعيها ناس أكاديميين ولكنها تبقى خطط على الورق سرعان ما نصدم وتفهر الخلافات مع أول آلية بالتنظيم هناك مفاصل في العمل الإداري المهمة يتم التركيز عليها أكثر من الجانب الفني وهذا خطط فاضح الخطط الموضوعة نلاحظ فيها دور الفئات الأمرية دور النساء دور الكرة المصاخرة دور الترسداتية الدور الرهيف الأندية تمويل الأندية مشاركات الأندية خطط ولكن ما عن يأتي الوقت التنثيل حتى تبدأ المؤسسات بالتنصب تعتمد الأندية على منح وزارة الشباب أو منح الوزارات إذا كانت هي أندية مؤسساتية أو تحاول الحصول على أموالها وتموينها إن كانت أمدية أهدية بطريقة متعبة ومكلفة جدا يعني كما الآن إذا ردنا نقار النادي الديواني على سبيل المثال ما حصل فيه أفرغ وجود السيد العنكوشي طيب نعم في سؤال أخير سيد محمد نعم برأيك كمطلع ومشاهد للوسط الرياضي وما يجري فيه برأيك ما الذي سيشهد الوسط الرياضي في الأيام القادمة مستقبلا كوجد نظر مستقبلية لك شخصيا نعم مستقبلية لا يصح إلا الصحة نحن من ضمن الموجة العالمية والتغيير في العالم والعولمة والانجرار إلى هذه الموجة وإلا فإننا لن تكون هناك لدينا رياضة إذا كنا نستطيع المقاومة بعض الشيء اليوم ففي المستقبل لا نستطيع المقاومة ولا الاستمرار ولذلك إنه الانجرار والمشي مع الركب مع الكيار هو ضرورة وضرورة ملحة جدا ولا يمكن أن نعود إلى الوراء إلى قاعد المنحة الحكومية وانتظار وزارة الشباب وغيرها الاحتراف والعمل الاحترافي والاستثمار في الرياضة على أكمل وجه وإلا لا قاعمة للرياضة زميل محمد حمدي كنت معنا في اتصال هاتفي شكرا جزيلا لك هياكم الله نشرع في عالم السوشال ميديا والبداية سوف تكون من الفيسبوك والصفحة الرسمية لنادي الشرطة والتي جاء فيها إدارة الشرطة تصدر عقوبات مالية بحق فريقها الكروي عقب النتائج السلبية التي رافقت الفريق في هذه الفترة من الصفحة الرسمية لنادي الشرطة ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب نادي الزوراء العراقي والذي جاء فيه وصول البطاقة الدولية لللاعب الإبواري الشيخ أحمد ماكورو وبذلك سيكون متاحا للمشاركة في المباريات القادمة للفريق من الحساب الرسمي لنادي الزوراء ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب نادي الميناء الرياضي والذي جاء فيه ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد هي محصلة مباراة الميناء وضيفه السماوة تنوب على تسجيل أهداف سفانة عمار عبد الحسين وحسام مالك وحسين يونس الفوز رفع رصيد الميناء إلى النقطة الخامسة والعشرين متقدما للمركز العاشر إذن حبت المشاهدين هذا أبرز ما جاء في الفيسبوك بعدها ننتقل إلى الانستجرام والبداية سوف تكون من الحساب الرسمي لنادي القوة الجوية والذي جاء فيه فريق القوة الجوية ينفرد بصدارة جدول الترتيب بلصيد 47 نقطة عقب الفوز على فريق نفط الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدفين من حساب فريق القوة الجوية ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب فريق زاخو والذي جاء فيه صورة لفريق زاخو وهو ربما في احتها المباريات التي خاضها في الدور العراقي الممتاز من حساب فريق زاخو ننتقل إلى الحساب الأخير وهو حساب نادي النجف والذي جاء فيه اللاعبين في ضيافة الرئيس وربما هذه الأحاديث والأفراح التي رافقت فريق النجف خصوصا بعد الفوز على فريق نفط الوسط بهدف مقابل لنشاهد هذا المقطع ولا نعود مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحبيب الله يا الله دكتور طبعا اليوم متفت عشاء شكرا دكتور سفرة دائمة ممنون الله يحفظ شكرا شكرا هذا الحنين هذا هلي هاني قابتنا هاتي سبيان شكرا دكتور إرواان وعلي حبيبي ضيافة حلوة حيدوري حبودي أخوي نحن من الماطلة وساق الله يا الله نصل إلى التويتر والبداية سوف تكون من حساب العراق السبورت والذي جاء فيه لهذا اليوم منتخبنا الوطني يدخل معسكرا تدريبي في طشقند بالواحد والعشرين من الشهر الحالي وليعب منتخب أوز باكستان وديا في تاسع والعشرين تحضيرا لتصفيات الأسوية المزدوجة من حساب العراق السبورت ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب معرض الكرة العراقية والذي جاء فيه جدول ترتيب أندية دور الكرة الممتاز بعد ختام الجولة الحادية والعشرين وهذه هي ربما الجدول في ترتيب الأندية العراقية عقب المباريات التي جرت يوم أمس ننتقل إلى الحساب الأخير وهو حساب موقع المحترفين في التويتر ونخطط فيه الجولة الصحافية لهذا اليوم والذي جاء فيه بعد تألقه في الجولة الماضية من الدور الاتحاد الآسوي يختار قائد القوة الجوية حمادي أحمد من بين المرشحين للقب أفضل لاعب في غرب آسيا لهذا الأسبوع إذن أحبت المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العراقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب مشوار الحلقة انتهى نلتقيكم إلى حلقات أخرى إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة